فضيلة الشيخ الأخ عين عين سين يقول إذا باع شخص بيته بنصف قيمته أو قريبا من ذلك ظنا منه أن فيه عيبا ثم تبين له بعد البيع بأنه خال من العيوب فهل له أن يطالب المشتري ببقية الثمن العقود لا ينظر فيها إلى النيات والمقاصد إنما ينظر فيها إلى الألفاظ فإذا باع بيعا جازما على أخيه فقد انعقد البيع إذا كان هذا عن تراغ واستوفى شروط البيع فقد انعقد البيع كونه يندم أو ظان أن فيه عيبا ولم يتبين فيه عيب فإنه قد مضى البيع نعم ترجمة نانسي قنقر